كتير من النعم اللي عم بجراش بيشتغل بريموت بتواجه مشكلة انه لما يوصل بيته يقعد يدور على ريموت الجراش في الطابلو او في جيبه وهو قاعد ساي عشان يفتح الجراش فشركات السيارات الحديثة فكرت في خاصية انه يتخلي مفتاح الجراش زرار جوه السيارة مجرد الضغط عليه يفتح لك الجراش النهاردة هنتكلم عن خاصية الهوملينك اونيفورسل ترانسيميتر والمعرفة افتصارا بالهوملينك وهنشرح بالتفصيل ازاي تبرمجها وتفعلها في سيارتك بالطريقة الصحيحة وازاي تعرف ان كانت سيارتك فيها النظام ده ولا لا اثلا بيكم في قناتكم اجل تم ولو انت من المهتمين بمجال السيارات اول مرة تشوفنا فبتسلساش تشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم سيارات اول باول خاصية الهوملينك هي خاصية وضيفة في السيارات الحديثة هتخليك تبرمج اي ريموت تاني عندك في البيت زي انه يفتح الجراش او البوابة او ينور نور الجراش كلينا اقولك يا عزيزي ان التقنية دي موجودة من سنة 1996 يعني اكتر من 20 سنة بس ابدايتش في الانشار بين شركات السيارات اللي في اواكر 2017 وانت طالع موجودة في سيارات كتير جدا بس للاسف اصحابها وما تعرفش عنها اي حاجة وبيت موجودة كنظام مستقل بيتباع وبيتركب في عربيتك زي السيارات اللي مفيهاش كاميرا وسنسور بتروح تشتريهم وتركبهم فكذلك نفس الموضوع مع نظام الهوملينك هتروح تشتريه وتركبه طب ازاي اعرف ان كانت سيارتي فيها النظام ده ولا لا مش جايز تبقى موجودة عندي وانا معرفش بص يا عزيزي هتلاقي الزرار مكتوب عليه هوملينك او مرسوم عليه بيت وجواسه مودة اشهر رمز وفيه سيارات تانية بيكون زرار اللي هوملينك جنب بعضها على شكل نقطة نقطتين ثلاثة او شرطة شرطتين ثلاثة وفي الغالب هتلاقي الزرار دي جنب نور الصالون في السف او جنب زرار فتحة السف او في ازرار مراية الصالون كمان السيارات دلوقتي بتوفر ثلاثة زرار مش زرار واحد علشان لو انت بتروح اماكن متعددة وكل مكان فيه جاراج فهيبقى لكل جاراج منهم زرار او واحد للجاراج واحد لنور الجاراج وحكذا طب ازاي ده برمجوا بقى على الجاراج او اي حاجة تانية هسرح لك بكل سهولة بس احب انبه في البداية ان الطريقة اللي هنشرح عليها هي على سيارات كية وهينضاق ولي في الجالب هتضطبك مع كثير من السيارات الاخرى ولو فيه اختناف كبير اكتب لنا مدل سيارتك في التعليقات وان شاء الله نقدر نساعدك ركز في الخطوات اللي جاي بالتفصيل وهو هتجار الفيديو او تعدي نقطة علشان ما تعيدش الخطوات من الاول اول حاجة هتشاعل سيارتك وتتأكد من ان بطارية ريبوت الجاراج بتاعك كويسة وشاعدة هتضغط على زرار الشمال واللي في النص في وقت واحد مع بعض لمدة عشرين ثانية لحد ما تلاقي اللمبة اللي في النص بدأت تطومد معك الخطوة دي علشان تمسح اي كود كان متفعل على الازرار والخطوة دي مش هنعملها تاني لما نيجي انتبرمج بقية الازرار ده زي فرمات للكمبيوتر هتختار الزرار اللي انت عاوز تبرمجه من الثلاث زرائر وتضغط عليه باستمرار هتلاقي اللمبة بتومد ببطء وعدين تقرب الريموت اللي عاوز تبرمج الزرائر عليه وتضغط باستمرار على زرار الريموت لحد ما تلاقي اللمبة بتومد بسرعة تشيل ايدك بس خلاص كده اتبرمج في بعض الجاراجات بيكون فيها نظام همان احدث بتحتاج تبرمج سمارت يونت فيها مع مفتاح الريموت هنعمل نفس الخطوة اللي فاتت وبعدين مروح هتدور على السمارت يونت دي في مطور الجاراج واللي هتكون بالشكل ده وتضغط على الزرار بتاعها وهيكون قدامك 30 ثانية بس تروح فيهم تضغط على نفس الزرار في السيارة اللي برمجنا عليه الريموت اخر حاجة مهمة لو جيت بها عربيتك وتنساش تبسح كود الجاراج تفرمطه يعني زي ما قلنا الطريقة في بداية الشرح علشان ما حدش يفتح جاراجك بعد ما بعت عربيتك بس كده سيدي لو وصلت معانا لحد هنا عايش ولو عجبتك الحلقة دعمنا بلايك ده بيشجعنا نستمر ونقدم لكم اكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة